كاميرا التناصح ترصد معاناة أحد المواطنين ببلدية السبيعة هنا بهذا المنزل المتهالك والضيق ببلدية السبيعة يسكن السيد أبو عجيل التير رفقة عائلته المكونة من ستة أفراد أبو عجيل رحب بعدسة التناصح التي زارته للوقوف على ظروف عيشه السيئة بهذا المنزل غير الصالح للسكن ولكن الظروف الحياة وقلة الحيلة والفقر أجبرت هذه الأسرة على العيش بهذا المنزل المتكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ والذي يفتقر لأبسط سبل الراحة حجم معاناة هذه الأسرة خلال أيام الحر في فصل الصيف والبرد والأمطار في فصل الشتاء طيلة العشر السنوات الماضية كانت مئساوية أنا واحد من المواطنين مستحق أني منزل بأربع أطفال وجوزة ستة يعني مفار في غرفة واحدة ومطبخ ميترو في الميترو ودورت أكرمكم الله ودورت مياه ميترو في الميترو حتى هي وهذه الساكفة اللي نتكلم فهني مع الإخوات مبارك الله فيه ماذا هي قدامكم الحق وين نفرش الحق ما يجيش فاحت الفراش وين نفرش وين ناكله وين نلبس وين نرقده وين يجيني أهل رحمي كلها في نفس الامكان في هذا الامكان اللي نتكلم فيه هذا هو قدامكم يعني غرفة ممكن الأربع مترو في الأربع مترو والله يمكن نقولك الروشن متاحها النافذة يعني تقعد مفتوحة شتيو الصيف في فترة كورونا أو بعد حتى كورونا والله الحق يعني كاش مرة تتحرك ريح هيكي يزيب نقوله حني شوية نسمها متاع غبير هيكة تربة هذا في حال تنسكره فيه بس كان هذا الهواكب تنسكرها ما تقدرش هي هيكة سجن تبدأ بسجن مرتين كما أكثر الحق فلهذا الحق والله ما يعلم بنا لربي دورفنا في المسكن ما يعلم بنا لربي واني إنسان ليه الحمد للشكر لكن والله ما انتقاض في راتب ولكن اليوم يأمل هذا المواطن أن تنتهي معاناة العيش بهذا البيت خاصة مع ازدياد عدد أفراد الأسرة إذ يناشد الجهات المعنية وأهل الخير بالنظر إلى حالته لدعمه بتوفير مسكن ملائم لعائلته